تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 175 قضية تمونية بمضبوطات قرابة 210 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 97 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 36 طن و 173 ألف بيضة أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 63 طن أسمنت وجبس وحديد تسليح أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 294 قضية من بينها 98 قضية خبز ناقص الوزن و 56 قضية خبز غير مطابق للمواصفات